السلام عليكم من طلاب طفل مصر و شنوكم و شرطكم من خير يوم نديكم محاضرات التشريح و نحاول على قدر المكان و نكمل المحاضرات التي ستمتحنون بها في الكورس الأول يوم رح نبجي المحاضرة لناتهم يا عبد البرست طبعا المحاضرات التي حشرة عليها هي الـ Powerpoint بعد أن قرأت المحاضرة الـ PDF في مالتكم و المعلومات التي شفت لا موجودة نقلتها بهذا الـ Powerpoint يعني أنتم تعتمدون عليه اليوم نحك عن الانatomy of the breast the breast هو عبارة عن memory gland which is situated in the pectoral region in the superficial fascia the memory gland is a gland which is located in the breast of the female that is responsible for production of milk يعني الـ breast هو عبارة عن غدة أو هو يعتبره غدة مساعدة accessory gland وظيفتها إفرازل أو إنتاج الملك تمام؟ متكون هذا الـ breast من tissue مخصص لتكوين الملك الذي هو الممري tissue الذي هو هذا الذي تشوفه قدامكم بالصورة ومحاضر كذلك بكمية من الفات التي تنطي الـ breast يعني directly on the pectoralis major عند السوبرفيش الـ fascia السوبرفيش الـ fascia هي الفاشية الموجودة جوة الـ skin تمام؟ نداما عندنا هاي الفاشية هي عبارة عن connective tissue مثل الـ يعني ورقة من الـ connective tissue طبقة تمام؟ أكو سوبرفيش الـ وأكو ديب الديب هي اللي تغطى المسل بالداخل والسوبرفيش الـ هي اللي تكون جوة الـ skin فهو موجود واين بالسوبرفيش الـ fascia Located on the pectoral region مثل ما قلنا إن هو يقعد واين على البكتراليس major يقول أ part of it called the axillary tail which pierces the deep fascia and lies in the axilla إذن الـ breast مو كلية موجود بالسوبرفيش الـ fascia أكو جزء من عنده يخترق deeply يخترق الـ deep fascia اللي هو هذا يخترقها ويمتد باتجاه الأجزلة فيسمه الـ axillary tail منين يمتد الـ breast الـ breast هو يقال لي إنه عبارة عن hemispherical and shape تقريبا نصف كرة due to high fat content ثم قلت لكم أنه الـ breast هو مو بس tissue أو glandular tissue هو لا هو glandular tissue ويا كذلك fatty tissue اللي هو ينطيه bulk mata والشيب mata ثم تلاحظون هنا أن هذا الجزء الأحمر هو glandular tissue يعني الجزء المفروق المسؤول عن إنتاج الملك بينما هذا الجزء الأصفر هو الفاتي tissue اللي ينطي الـ breast الشكل ماته والبالك ماته The vertical extension يعني لازم نعرف إحنا الـ breast هو صحيحة موجود بالـ vectoral region بس لازم نخليه إلى حدود يعني منين يمتد إلى وين سواءً vertically and horizontally يعني سواءً عمودياً أو وفقياً Vertical extension of the memory gland here from the second rib من الضرع الثاني إلى الضرع السادس بينما horizontal extension يعني تجاه الوفق ماته الامتداد ماته from the lateral sternal border to the mid-axillary line خلنرجع للصورة اللي قبلها نحظو هذا هو الـ sternum فهذا هو الـ lateral border of it فهو ينتد من الـ lateral border of the sternum تقريباً إلى المد-axillary line المد-axillary line هو شنوه؟ عدنا إحنا بالـ axilla three lines اللي هو anterior axillary line اللي هو على الحفة مع البكتراليس ميجر اللي هو هذا تقريباً وعندنا posterior axillary line اللي هو هذا تقريباً وبنصهم اللي هو يخترق الـ axilla أو الأبط من المنتصف هذا يسموه mid-axillary line فالـ breast horizontally ينتد من اللاترال border of the sternum to the mid-axillary line زيان هنا نحن 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 عن deep relations of the breast يقول it lies in the superficial fashion فما قلنا إنه هنا نحن هو جو الـ skin والـ deep fascia هي هاي الزرقة تمام؟ فهو بين الـ skin ونانا covered by the superficial fascia وهنا نحن تجينا deep fascia فهو هنا نحن يقول it lies in the superficial fascia فهمنا شوان يعني of the pectoral region resting on the deep fascia الـ deep fascia هاي اللي تغطي لي منه تغطي لي بكتراليس major وتكمل لي جوان نوب يعني هو مو كله يعني يستند على الـ pectoralis major هناك جزء من عنده فقط يستند على الـ deep fascia وهو قال إنه يستند على الـ deep fascia ما قال يستند فقط على الـ pectoralis major تمام يعني deep fascia رح تكون جواها الـ pectoralis major إلا حد هنانا رح تكمل فقط deep fascia قلو it is separated from the pectoral fascia by the retro memory space لاحظة أنه هاي deep fascia اللي هي covering the pectoralis major رح يجيني هنانا في الـ space هنانا بين الـ deep fascia وبين الـ pectoralis major يسموه el-retro memory space هذا عبارة عن بيفد connective tissue يسموه loose areular tissue زيان which gives free mobility to the memory gland يعني يخلي الـ breast يتحرك over the pectoralis major يعني هو مو ناطش directly على الـ pectoralis major لا أكو هذا الـ space اللي يخلي يتحرك وينطي هاي الـ free mobility لاحظوا هذا الشكل مع الـ breast اللي هو lateral lateral view لاحظوا هنا نشون قاعد الـ breast تجين الـ deep fascia وراح يجيني الـ retro memory space وراح تجيني الـ pectoralis major وراح تجيني pectoralis minor هاي اللي تشوفوها وراح تجيني تجيني الـ ribs اللي هي بالـ anterior chest wall نجيني نحشي على السير في سندهم يـ off the breast يعني من خلال العين المجردة من رح نشوف الـ breast from the outside شنو رح نشوف من عنده علامات أو نسميها anatomical markers اللي هي شنو عدنا عدنا النبل النبل هي عبارة عن light brown conical projection يعني هي عبارة عن نتو أو أو فتشي متدلي ويكون conical in shape يعني شونا نقول اسطواني جزيلا light brown يعني شونا نقول جوزي فاتح and it lies at the level of the fourth intercostal space طبعا هذا المستوى fourth intercostal space هو مثابت بكل البشر زيان أو مثابت بكل الفيميلز مرات يكون أعلى أو أوطى زيان فهذا راح نقول إنه في أغلب البشر أو في أغلب الفيميلز هو يكون بالfourth intercostal space this nipple is surrounded by also a brown area اللي هنسميها الأريولة سو الأريولة هي عبارة عن circular area which surround the nipple typically has darker or deeper pink colored skin يعني هنالا شي يكون اللون راح تكون هاي darker in color طبعا يزداد اللون darker كل ما خلال فترة البريغنانسي تكون البريغنانسي اللون من النبل من وكذلك الأريولة تكون darker in color بسبب الهرمون الخيانجز اللي يصير خلال البريغنانسي سنحكي عن internal structure of the breast مثل ما حكينا إنه البريس تكون من two types of tissue تمام اللي هي glandular tissue اللي هو مسؤول عن production of milk وهذا اللي نشوف مرتب على شكل lobes على شكل حجرات أو على شكل أفصاص تمام وهذا glandular tissue is surrounded by fatty tissue تمام and كل lobe separated from the other lobe by this connective tissue اللي يسمو ligament أو suspensory ligament أو couper ligament اللي هي توصل لي أو تربط لي الbreast اللي هو overlying the breast تربط بالanterior chest wall فخليني نجي نحتي اللي مكتوب بالسلايد with there are 15 to 20 lobes يعني موجودة 15 إلى 20 foss lactive russ duct drain each of them يعني كل فص من هاي الأفصاص drain by lactive russ duct اللي هي lactive russ duct اللي هي تتحد كل ته سوية تفتح وين تفتح بال nipple تمام إذن كل lobe هو drain باش باي single lactive russ duct these ducts كل ته enlarge تفور the lactive russ sinus before they open separately into the nipple يعني كل ته تتحد بال lactive russ sinus اللي هو بعد هاي كل فتح من lactive russ duct ما تفتح بقناعة وحدة يعني lactive russ duct ما ته تجتمع بفتح وحدة تفتح outside من خلال nipple فهدا هو internal structures of the breast شنو عندي supporting structure of the breast يعني شنو ينطي الbreast هاي ال support مات اول شي عندي fibros trauma اللي هي مثل ما احتيت لكم عليها بالstudy السابق وكانت اوضح هي suspensary ligament of cooper اللي هي تكون بين شنو بين lobe و لاحظوا شو مفصولات by this suspensary ligaments of cooper هذان هي suspensary ligaments ما قلت لكم انه هي passing between lobes and binding the skin to the pectoral fascia يعني تربط للسكن اللي هو هاد بال pectoral fascia اللي هي هاي اللي قال عليها الbreast وعندي كذلك support الثاني هو الفاتي stroma يعني هو مو فقط glandular tissue وإنما هو ويا fatty tissue هاذا ايضا ينطل للbreast support which forms the main bulk of the breast except the nipple and the sub arular area يعني عدا هاي المنطقة منطقة النipple وال sub arular area المنطقة اللي جواها تنشوف ها هاي ما تكون ما بها fat بقية كلية filled with fat نجي الى موضوع ايضا مهم هو blood supply of the breast ممكن يجيك mcq انه the following are the blood or the following arteries give the breast a blood supply except وانطق واحد ما موجود من هاي الارتري خلي نعرف شين الارتري اللي تنطين blood supply لل breast اولا عندي perforating branches اثميا يعني عندي نقطية من هذان هذان perforating branches وحدة من internal thoracic artery اللي نشوف اهنان هاي يسموها perforating branches هذان internal thoracic artery ينطين perforating branches تغذير الmedial side وكذلك عندي lateral branches of the posterior intercostal ايضا هذان perforating branches اللي هذان تجين من intercostal arteries تمام نستخلصنا من هذول بعد عندي ثلاث artery اللي هي جاية من axillary artery كل هذان تنطي blood supply للbreast اللي هي من اول واحد عندي lateral thoracic artery هو ايضا branch من axillary artery من yeah part من axillary artery من second part كتبوه يمكم انه ثاني واحد هو من second part of axillary artery وسرح ناخذ axillary artery والbranch ات مالات ثاني واحد عندي part l-highest thoracic artery اللي هو هذا اللي انتم بذلك تشوفوه نازل من فوق رح نزلي جاو على الbreast ثالث واحد هو l-acromia أو يسمو thoracoc acromial artery هذا thoracoc acromial artery هو عبارة عن small branch تمام اول ما يطلع من axillary artery ينقسم الى 4 branch من ضمن ها branch يسمو pectoral branch هو اللي رح يغذي الbreast هاي راح اخلوها في بالكم انه thoracoc acromial artery اول ما يطلع من axillary artery ينقسم الى 4 branches واحد من عدها هو pectoral branch اللي يغذي لي breast of the human being فعندي الس blood supply of the breast عدني 4 arteries اللي هي perforating branches من internal thoracic عدنا lateral thoracic artery من axillary artery عدنا superior thoracic artery وعدنا thoraco acromial artery وعدنا lateral branches from the posterior intercostal arteries للمفاتي of the breast عدنا lateral طبعا الbreast مثل ما تعرفون او مثل ما سآني رح فهمكم ينقسم الى 4 quadrants تمام يقسمو حتى يسهلون الدراسة ماتة اللي هي شون هال quadrants تتقسم تتقسم خلال two lines هي ترسم تمر وان تمر بالنفل فتنقسم الى 4 quadrants عندي هاي upper lateral عدنا هاي lower lateral عدنا هاي middle أو نقصد lower medial وعدنا هاي upper medial فهاي الكوادران هي اللي رح نقسم على اساس الbreast وكو بعض الكتب تعتمد هاي المنطقة ايضا as separated quadrant نعتبرها في منطقة وحدة الليمفاتيك ادرانيج اول شي خلنفهم شنو الليمفاتيك اصلا انتوا هسا اول ما طبعتوا تشريحوا قراتوا الليمفاتيك ادرانيج اكيد خطر على بالكم شنو هذا الليمف يا شباب الارتريز هي تحمل oxigenated blood اللي هي جاي من الهارت من القلب تروح للتشوز تغذيها بعد ما غذى الارتري tissues by oxigenated blood رح يطلع عندي يبقى deoxigenated blood رح تقولولي deoxigenated blood اكيد ينقل الفين ويراجع للهارت اقول لكم صحيح بس رح يبقى surrounding or around the cells فالسائل يسمى باللمفاتيك fluid هذا الليمفاتيك fluid شنو بي بي بروتي بي ويت بي سي يعني الكرات دم بيضاء بي بكتيريا مثلا بي يعني هواية أشياء هواية fluids تمام هذا السائل رح يبقى لازم يمتصى الجسم ويراجع للسيركوليشن فمن الرح رح يسحبه رح يسحبه في system خاص يسمو المفاتيك system هسه فهمنا هذا المفاتيك system المفاتيك system مكون من شغلتين هي المفاتيك vessels اللي هي اول ما تسحب هذا الليمف وعندي lymph node هي مثل المحطة تفلتر لهذا الليمف node وتدفع للليمف node اللي فوقها وتوصل بالأخير للسيركوليشن الأصلية وتراجع على الهارت تمام فأعادا الليمفاتيك system مكون من lymph vessels ومكون من lymph nodes الليمف nodes هي المحطات اللي يجمع بها الليمف ويتفلتر رح تقولولي الآن شنو فائدتي إنه أدرس الليمفاتيك system فائدتنا إحنا كضباء لازم الليمفاتيك ينطينا فالدليل على المنطقة اللي بيها ارتهاب أو المنطقة اللي بيها ورام شلون إحنا عدنا مثلا خلنا نقول ارتهاب في هذه المنطقة مثلا of the breast هاي المنطقة آني لازم أعرف إحنا الفينز ما توفر لي فالدليل محدد إنه المكان ما الارتهاب هنا بينما الليمف هو ليوفر للدليل المحدد شلون هاي المنطقة آني أعرف من خلال دراستي للأنتومي هي وين الليمفاتي كدرين جمالتها مثلا خلنا نقول على سبيل المثال إنه هاي المنطقة الليمفاتي كدرين جمالتها إلى هاي الparasternal lymph nodes تمام فإذا عندي ارتهاب آني هنا فهذا الليمف تشو من رح ينسحب للparasternal lymph nodes رح يتضمن ويا بكتيريا هاي البكتيريا رح تؤدي إلى الارتهاب يصير أيضا بهاي الليمف نود وتتضخم هاي الليمف نود لذلك ارتهاب العقد الليمفاوية من ضمن إحنا من نفحص أي مريد لازم نفحص العقد الليمفاوية ماته من نشوف عقدة مرتهبة مثلا رح نعرف المكان اللي يسبب هذا الارتهاب ونروح نفحصها بدقة نفس الشي من عدنا مثلا ورم سرطاني لا سامح الله في هاي المنطقة مثلا أو في هاي المنطقة خلننقول تمام هذا الورم مثلا أنا يعني كطبيب جيت فحصت وشفت أنه هنا أنا أكفت ماس قبل أروح أروح أفحص الليمف نود زيان رح ألقى هاي الليمف نود متضخمة مرات هاي الماس أصلا ما تنحس يعني يجي المريض أو الفيميل مثل تسوي self-examination ما حست هاي الماس أو الطبيب ما حسها ما تبقى له زيان بس هو من خلال فحص البريست أكو من ضمن الفحص لازم يفحص الأكزيلاري الليمف نود مثلا فمن رح يفحصها رح يلقى أنه أكو enlargement أو أكو الليمف نود أكبر من الطبيعي فرح يرجع يفحص البريست بصورة طبيعية بصورة عدق ويديزها إلى فحصات حتى يعرف هاي الماس الموجودة فأتمنى وضحة عدكم الصورة شنو الليمفاتيك سيستيم وشنو فائدة إحنا كأطباء نجي نتكلم عن الليمفاتيك of the breast the lateral quadrant of the breast drain into the anterior axillary node يعني شنو نقصد بالlateral quadrant نقصد هاي الجهة كليتها اللي هي upper lateral وال lower lateral كليتها هاي تروح وين إلى مجموعة نسميها anterior axillary nodes اللي هي هاي اللي هي هاي one located هاي تكون جو وين جو البكتراليس ما يجر تماما المجموعة بلك the medial quadrant اللي هي هاي المنطقة زيان drain into the parasternal nodes مثل ما قلت لكم اللي هي هاي زيان اللي هي along the internal thoracic artery قبل شوي أخذنا الانترنى thoracic artery نازل من نانا وينطيني شنو perforating branches تمام فهاي الليمف nodes هي located تقريبا على الامتداد من من ما الانترنى thoracic artery وبعد شنو عدنا عندنا الباستير part drain into the posterior intercostal nodes along the posterior intercostal artery زيان وبعد عندي شنو عندي الانترنى memory lymph nodes اللي هي نانا ما قايل هو هي شنو اللي راح تاخذ كلمف ما محدد المنطقة المعينة اللي راح يستحب من خلالها لا بالسلايدات ولا بالPDF إذن أهم شي عدنا احنا اللاترال قوادران هي تسحب لي شنو تتجهوان يعني هاي اللينفاتك فاصل هنا ناكو ومثل شون الارتري بس أرفع بعد هي شي يصير يمتاد يروحوان هاي اللينف نود يجمع اللينف هنا هذا بعدين ينتقل راح تاخذون بعدين وانتنتقل من الانتير راح تنتقل للأبيكال من الأبيكال تروح للcirculation وعدنا الميدل الكوادران قلنا للparasternal lymph node وبعض اللينفاتك يتجهوان للأبيكال خلوا في باركم هاي النقطة يعني بعض اللينفاتك ما يتجهد على اللينف نود معين وانا ما يتجهد يتواصل مع الأبيكال أوبازيت بريست خلصنا اللينفاتك ماتك nerve supply كعصب by the anterior and lateral cutaneous branches of the fourth and sixth intercostal nerves these nerve contain sensory and autonomic nerve fiber شنو يعني شنو هاي الانترcostal نرب خلوا في باركم يا شباب انه احنا عدنا موعدنا الربس الربس بينا ثم اكو انترcostal space هادا انترcostal space تمر بي نير وات كل نير بين حسب اسمه على اسم الspace الموجود بي يعني مثلا بين الspace الرابع والخامس بين الضلع الرابع والخامس مثلا هذا الspace الخامس زيان فهذا نسميه fifth intercostal space بينما بين الضلع الاول مثلا والثاني هذا first intercostal space فهو ده يقول انه nerve supply من الbreast هو من النير فات الانتر من 4 إلى 6 يعني 4th 5th and 6 touch pain vibration وهالأمور البعض شنو عندي إحساسات أو شنو الوظائف الأخرى Autonomic nerve fibers شنو Autonomic يا شباب تذكرون انو اخذناها قبل احنا بدراستنا حتى الادادية اللي هو الجهاز العصبي اللا ارادي Autonomic يعني شنو automatic يعمل وحده هذا بي شنو بي parasympathetic وب simpathetic فهي Autonomic هي تتحكم مثلا بالdilation of the blood vessel يعني بالتوسع الدموية أو انبساطها تمام وكذلك يتحكم بالsweaty gland مثلا الغداد العراقية وهذه الأمور فهي كل هالautonomic functions أيضا توفرها هاي الفورث والففث والسيكث intercostal nerves تمام البراث ما بيفد muscle حتى يصبح بي contraction مثلا فهي بس يحتاج sensory ويحتاج سننتقل إلى موضوع ثاني يا شباب وهو موضوع مهم وهو موضوع العقزلة العقزلة أو منطقة الأبط هي عبارة عن pyramidal shaped space يعني عبارة عن حرم مزيلا فارغ من الداخل وظيفته هو نقل الأشياء المهمة هو عبارة عن طريق يربط ما بين النك تمام والشيست وما بين شنو ما بين الأبر لنبي اللي هي هوا يبدين الأرب فهو عبارة عن مكان ننقل من عنده أو طريقة مربي important structures اللي هي كأرتري أو vein أو نير اللي هي بريكل بلاكسس أو كذلك لمفاتيك تمام فإذن هي pyramidal أكزلة وهو بدايته يربط مع النك أيضا تمام إنه أصلا القمة ماتة تجيه الستركشرة زمنيا من النك فهذا الspace أو هذا pyramidal هو متكون من ستة أوجه تمام أولا هو الأيبكس ماتة اللي هي مفتوحة إلى الأعلى مزيلا هاي الأيبكس أوف دي أكزلة وعندي أيضا base أوف دي أكزلة اللي هي قاعدة مالتها وعندي أربعة جدران اللي هو posterior هذا الأخضر والأنتير هذا اللي هو نشوفه و medial and lateral فعدنا ستة أوجه لهذا الpyramid يبدي من فوق تجي structures من خلال هاي الأبكس تنزل لي جو وتطلع من خلال هاي المنطقة تمام فإذا هذا هي الأكزلة الأكزلة طبعا هو vital space ليش يعني كل الblood supply والnerf supply واللمفات كل اللي ينتقل من الneck إلى الأبر limb وبالعكس كل يمر من خلال الأكزلة نبدأ بالأبكس يعني هاي شون كأنه نباوع للأكزلة من فوق لا أضو هاي الدلتويد هنا هنا كأنه الراس من هذا الشخص نباوع لأحنا من فوق زيان من فوق أول شي عندنا clavical anteriorly وعدنا lspine of the scapula وعدنا loutar border of the first strip هذا المثلث هو يمثل الأبكس of the axilla يعني من أنها تدخل ال structure بهذا الشكل تمام هاي الشكل راح تدخل الأكزلة هاي يسموها الأكزلary apex أو الأكزلary inlet so it is called the axillary inlet major vessels يعني vessels مهم مثل l'axillary artery أو l'axillary vein and nerves اللي هي l'brachial plexus between the neck and the axilla through this inlet الطب اللي هي سموه cervical axillary canal يعني يسم ثاني إلها with the borders of the apex مثل ما قتلكم are made by the lateral surface of the first strip أولا وثانيا the posterior surface of the clavicle and the superior margin of the scapula تمام هاي هي المدخل لل axilla منزل الاسفل اللي هي نحكي عن base of the axilla this is called the axillary foc or armpit this formed by three layers اللي هي skin superficial fascia and the fascia طبعا axilla هنه نحنه عندي هاي السيرات anterior يعني شون احنا كأنه ده نحكي على axilla من جو يعني كأنه نحن نازلين يعني شون خلنا نقول لكم خلنا نجعل الصورة القابلة هتتفهموا احنا بعد ما شفنا axilla من هاي المنطقة رح نشوفها بهاي المنطقة هاي base مالتها تمام اللي هي هنا رح تكون medially seratis anterior laterally من bone وهكذا هاي base of the axilla متكون لاحظوا هاي الصورة خلين نجي نفصل ها مو تمام سأدي هاي medially اللي هو هذا الرب وهي seratis anterior اوكي هاي احنا نتجي السكابلة والسب السكابل الاسم وصل جواها من هاي بكتورال major طبعا هاي axillary base هي مو كل تفراغ تقدر تطبي هاي لوعية الدموية او هاي nerves رقوا جزء من هاي تقريبا هذا الجزء يكون هو عبارة عن blind يعني شو نقول skin covered يعني هذا كل skin فلذلك هاي نرجع لي فوق على الرسم اللي قبل من تجي structures من نملك باتجاه ال axillary ما رح تجيب هذا الاتجاه ليش من هذا الاتجاه رح يكون blind زيان هذا تقريبا كل هاي رح يكون covered by skin زيان و superficial fasia وغيرها اللي هيتمتد بين مصل اهنان يسموه vectoralis major ومصل من الخلف هي subscapularis فهذا كل رح يكون مزدود زيان الجزء اللي رح يمشي به هاي الفسلز اللي هاي axillary artery وال vein رح يكون بهذا الاتجاه اللي هو انفير يعني بتجاه الاسفل والاترار حتى يعبر من خلال هذا space ويوصل للارم اتمنى فهمنا هاي النقطة نجيسة نحشة عن الوالز بعد ما حشينا عن البيس وحشينا عن الابيكس نحشة عن الوال اولا هو الانتيريار وال الانتيريار وال اللي هو هذا الجزء الامامي او الوجه الامامي لهذا البيرامد هو متكون من three muscles and fascia اول هيش انو هذا البيرامد الشي بديه الاكزلة فها كلية البيكتوراليس ميجر نعرف ها اكيد من شغ البيكتوراليس ميجر راح تبين عندي جواها منه راح تبين عندي البيكتوراليس ماينر راح تبين عندي السبك اللي هما الثانية هم دولة كفرد باي ذا كلا في بيكتورال فاشي البيكتوراليس ميجر اللي هي الاوتر مونس يعني الخارجية بعد من سويها داي سيكشن ونقصها راح تبين جواها بكتوراليس ماينر عن سبك ليفيس واثمينات هم ذولة هما كفرد ومغطايين بيمن بيكلا في بكتورال فاشي هاي الفاشية البيضة اللي دا نشوفها هاي الطبقة من الشنو من اللي هي جزء من اللي هي عبارة عن ديف فاشي اللي هي شنو تغطي المصل اذن فهمنا الانتيرير وال من شنو متكون ثانيا عندنا الانتيرير وال يعني من الخلف عندي ايضا ثري مصول اللي هي منه السبس كابيولارس اللي هي موجودة بالسبس كابيولار فوسة يعني هي صاروان بالانتيرير سيرفس ما السكابيولة اللي هي تروح الانسير شمالتها وين بال لسر تيوبركل وعدنا ايضا تيريز ميجر وعدنا لاتيسم دورسي هذول الاثري مصول هما يمثلون البوست راح تقول لي دكتور مو هاي المصول راح نقراه بال لاترال سيرفس راح اقول لكم انه راح نقرأ تيريز ميجر وال لاتيسم دورسي صح بس هما مو كلهم يمثلون جزء من اللاترال سيرفس لا فقط الانسير شمالتهم اللي هو هنان راح يكون هاي التندنز مالتهم راح تمثل جزء بسيط من اللاترال سيرفس زين فهذا الانتير بوردر عرفنا وعرفنا البوستير بوردر نكمل بعد بالبوردرات عدنا الميدال وال اكزيلا الميدال وال اللي هو ينتد من الفيرس رب الى الفور رب زين وعند انتر كوستر مصوز بوين ذي م ذا افا اين سيرات انتير يعني هذا الجزء اللي هو عبارة عن ريبس اللي هو هذا واحد اثنين اثنين اثلاثة اربعة بياناتهم شنو احنا قلنا قلنا بين الأول والثان والثان انتر كوستر وكذلك موجود عندي هنان السيرات انتيريار فاذن عندي الثوراسي وال اللي هو من الرب الأول للرابع وكذلك انتر كوستر مصوز والسيرات انتيريار السيرات انتيريار مو كليتها فقط اللي هي واصلة تضلع الرابع من جو وننزل هاي ما تعتبر اكز اللي هاي هيش تكملة زين اذا اللي هن فقط هي تمثل الأكزلة الباقي اللي جو ما لنا علاقة بي زين اش قاعد اهن انا قاعد فد معلومة انه قاعد the only major structure that pass directly through the medial wall and into the axilla يعني يجي يطلع من النا اللي هو هذا يطلع من medial wall ويروح للأكزلة ويروح للارب هذا من هو هذا هذا فد cutaneous branch يعني ياخذ sensory innervation للأرم اللي هو يسمو lateral cutaneous branch of the second intercostal nerve يسمو intercostal brachial nerve فهذا هو structure الوحيد اللي هو يمر من medial wall ويروح باتجاه الارب ويغذي ال skin يعني ياخذ فقط sensory innervation تمام خلصنا medial wall وعن medial wall خلي في بالكم انه يمشي عليه long هذا اللي هو ينزل heech زي يعني حتى يغذي السيرات الس anterior هذا هم خلوه في باركم هنا مكاتبة بس خلوه في باركم لانه هو ينزل على medial wall حتى يغذي من حتى يغذي السيرات الس anterior lateral wall طبعا lateral wall يعني من خلال ديسي لهو كليات كل كل كاتبتة بطريقة لانه عدنا مثلا بايسيبس وعدنا الكوراكو برايكيالس زيان فعدنا احنا الشورت هيد of the bايسيبس والكوراكو برايكيالس هاي اكيدة وكذلك اللونج وهايد of the bايسيبس يعني خلو نقول انه هي المسلز of the arm عند البرايكيالس نعم برايكيالس دي جا وصيرا فعدنا اللونج والشورت هيد مع البايسيبس قلت لكم انه اللاتيسم دورسي بكتورالس مينجر تيريز مينجر كل يتون انسير شمعاتهم يكونوا بها المنطقة فالتين دنز مع هاي العضلات ايضا تمثل جزء من اللاترال وال of the axilla فهنا يا شباب هذا هو يمثل اللاترال وال of the axilla اكو بعض الكتب تدرون يعني يكتبون فقط اللاترال هو بايسيبس فاكو اختلافات واسعة انتوا احفظوا هذا الول مثل ما هو مكتوب عتكم مساني جي نحكي على موضوع مهم وهو موضوع انه ال contents بعد ما فهمنا هذا ال space فهمنا خلن نقول هذا الهرم مزيان فهمنا من شنو متكوم من كم وال والسقف مات والقاعية مات مساني لازم نعرف عنا شنو يمر من خلاله عدنا اولا وهو اهم شي هو الاكزيلاري ارتري الاكزيلاري ارتري طبعا الاستعادات هنا خليتلكم نشرح واحد ورات ثاني حتى ما يصر انقطع بالافكار راح نجي نشرح الاكزيلاري ارتري ورح نكمل الباقيات الاكزيلاري ارتري يا شباب هو ارتري مهم وهو الارتري اللي يمثلي او لازم نعرف هاد الارتري نين جاي وان رايح وليش سمو اكزيلاري ارتري اكزيلاري ارتري سمو لين هو في منطقة الاكزيلاري ليش هو قبل الاكزيلاري شنو كان اسم اسم subclavian artery اذن الاكزيلاري ارتري هو direct continuation of subclavian artery زين شو وقت يبدي يصر اسم اكزيلاري ارتري من lateral border of the fair strip فاذن subclavian بس يوصل للateral border of the fair strip راح يكون اسم اسم axillary artery مثل ما تشوفون اهن هذا اكزيلاري ارتري هو مثل الشارع هذا الشارع يمتد من lateral border of the fair strip لل lower border of terries major هذا الشارع تطلع من عنده branch ات يعني تطلع من عنده افرع اذا احنا لازم نعرف الشارع من يبدو وان ينتهي لازم نعرف الافرع مات متمام فهذا اللي راح ندرس ورح نتعلم من خلال فهمنا ال axillary artery اريد من تطلع من ين يبدو وان ينتهي وشن ي الافرع مات زين وشنو اهم الاشياء اللي الملاحظات اللي عليه اولا قلنا انه start as a continuation of the subclavian artery at the outer border of the fair strip and وان يوصل يوصل الى lower border of terries major ويصر اسمه شنو سر اسمه brachial artery منا وجو رح اسمه brachial artery ليش ينطف في منطقة brachial شنو brachial باللاتيني هي انطقة الارم او الذراء زين البكتوراليس minor تلعب لي فالدور كل مهم هل هتمثله مثل التقاطع او الجسر هذا الجسر اللي هو طاب فوق axillary artery او فوق شارع axillary artery رح يقسم axillary artery third part اللي هو بعد الجسر تمام الفيرت part of axillary artery الحلو به انه ينطف branch واحد يعني بفرع واحد second part بفرع ين والthird part بثلاث افرع اذا افرع ما axillary artery حسب الرقمات زين نكمل يقول axillary artery is often referred to as having three parts مثل ما قلت لكم هي تتقسم عن طريق البكتوراليس minor part second part وهكذا زين نحتي علي الس الرقمات يعني شنو عندي branch من كل part نجي نروح الصورة مباشرة افضل الدراسة الصحيحة هي تكون عن الصور والشرح هو اصلا هو موجود كل في هاي الصورة هذا هو axillary artery اول شي يبدن يبدن الأوتر بوردر وينتهي بالأبر بوردر أو منو of the vectoralis minor الى هنا تقريبا زين هذا الفيرست part يطلع من عنده فقط branch واحد اللي هو superior thoracic artery خذناه قبل شوية كان هو ينطي blood supply للbreast وهو ينطي إلى المنطقة الموجودة بال upper chest يعني بال upper thoracic wall ينطي blood supply هذا أول artery الارتري الثاني أو second part of the axillary artery B two branches أو B فرعين الفرع الأول هو اللي حتشيت لكم عنه اللي هو thoracic acromial artery لاحظوه هو branch غير ونيطلع بس B بلد يعني شنو ينقسم إلى أربع arterيات حتى نحفظها راح نسميها حسب الأحرف الإنجليزية A بس ما راح نقول B راح نقول A P C D الع هو l'acromial branch اللي يروح باتجاه l'acromial وال P هو l'pectoral branch اللي هو يروح باتجاه l'prest والpectoral region وال C هو l'clavicular هذا اللي يروح باتجاه l'clavical وال D هو deltoidus أو deltoid branch اللي هو يروح باتجاه l'deltoid muscle فهذا هو thoraco acromial artery وهو الارتري اللي يخترق الكلافي بكترال fascia خلوا هاي نقطة في باركم بعد شنو عدنا بال second part عدنا بعد artery وهو هذي يسمو lateral thoracic artery هذا حتى أحفظ بس أركز شوية باسم رح رح لقى نفس حفظته وحفظت شي سوي lateral thoracic artery هو يغذي لل lateral thoracic wall يعني يمشي وان يمشي باتجاه الأسفر يروح يمشي وان على latissimus dorsi وعلى هاي lateral thoracic wall يغذي بل blood ولاحظوا انه يمشي من contact ويا من lower border of pectoralis minor رح نجي لل third part اللي هو يمتد من lower border of pectoralis minor إلى lower border of teres major أول branch أو من البرانشات المهمة هو من هو الس sub scavular artery هذا الس scavular رح ينطيني هذا artery يشوف هدا شو نرتف أي artery يرتف حول شي نسمي circumflex فعندي circumflex scavular artery هذا من اسمه ذنه هو artery يفتر حول الاسكابلة ويغذي the posterior surface of scavular ويكمل هذا as a big branch يسمي thoracodorsal artery اللي هو ينزل جو ويغذي منطقة التي اسم دorsi هذا اول branch من third part يبقون عندي two branches السهلات بالحفظ والوظيفة اللي هما anterior circumflex humeral artery و posterior circumflex humeral artery اذا اركز باسمهم شوية ايضا رح افهمهم اذا قلنا anterior فهو anterior للhumerus و posterior ايضا هو posterior للhumerus من قلنا circumflex اي شي يفتر حول شي نسمي circumflex اذا هو artery يفتر حول humerus زين ويغذيل humeral head والshoulder joint تمام هاي هي branch axillary artery اتمنى فهمتوها وحفظتوها يا شباب نجي نكمل بالvessels احنا الvessels هو في شي شامل يشمل artery vein ولمفاتيك اخذنا artery يسا نحش عن axillary vein axillary vein هو رح يكون عكس direction وال artery يعني vein يجمع البلد من جو ويراجع بالعكس تمام فمنين رح يبدى axillary vein ما رح نقول يبدى من outer rib لا يبدى من lower border of terrace major وينته وينته بال outer border أو the first strip من اللي يكون هو عبارة عن brachial veins يتحدون مع basel vein يكون لي axillary vein الحلو بالموضوع انه axillary vein ايضا عنده برانشات بس هاي برانشات ما مطفر احفظ هاني ليش شاركوا artery درسنا axillary artery هو الاف vein مقابل نفس الاسم يعني عندي مثلا superior thoracic artery عندي superior thoracic vein فما يحتاج احفظ البرانشات أو axillary vein طبعا بالvein من سمي branch سمي tributary بين او بالارترين سمي branch axillary vein بيفتش اضافي اللي هو شنوه اللي هو السي phalic vein هذا السي phalic vein هو يجمع البلد من الار من الاث third border من الار وال four arm ويروح يصب بال بالaxillary vein تمام يا شباب هذا الار distributor الوحيد اللي يحتاج احفظ بالaxillary vein break your block هذه محاضرة خاصة بها هي عبارة عن ضفيرة عصبية تطلع في منطقة الرقبة وتدخل ايضا للaxillary ويتنطي brand تقريبا 17 nerf supply في laper lane راح ندروس ها في المحاضرة الجاية وراها راح نشعل auxiliary lymph node حتش يتلكم عني شنو يعني lymphatic ما يحتاج ان نرجع نعيدها قبل ما نجي نحك عن هذا الشكل ضفتلكم فالسلايد حلو اللي هو يفهمكم شون راح يصر عندي لدرنج مال مال لازم نعرف انه الأكزلة خلينا نجعل الصورة قبلها يا شباب تحملوني شوية عندي عندي 4 groups أو 5 groups كل تموجود بالأكزلة anterior pectoral اللي هي anterior وعندي subscapular وعندي humeral أو يسموها lateral هذول ثلاث غروبات ثلاثة همان يصبون بالcentral يعني تجيهم lymphatic vessel هي جيد كل واحد من مكان المعين سنعرف يا هو هذا المكان المعين جتل هذول الثلاثة lymphatic vessel رح نطول هم من المن اللي group ثاني سموها central هاي central رح تنطيل الأبي الأبي تروح تنطيل غير مكان وتنتهي بالأخير بالvenus angle اللي هي تروح وين للهارت تمام يبقى عندي شنو يبقى عندي فت مجموعة هاي ما موجودة وين ما موجودة بالأجزل اللي هي هنانا صايرة سميها infraclavicular lymph nodes هاي مباشرة من الصب الأبي تمام هسا اذا عندي عندي اول شي ثلاث مجموعات بكترال سبسكابيلر عندي هوميرال دولة كل واحدة من عدهم تأخذ المنطقة معينة ثلاثتهم رح ينطون vessels اللي هي يسموها lymphatic vessels وتصب وين الصب بالcentral central رح تفلتر اللمف والدزوان للأبي والأبي تراجع للcirculation قبل ما تراجع للcirculation رح يجيها ايضا another group سموها infraclavicular أو delto pectoral lymph nodes هاي ايضا تنطي نمفاتك يصب بالأبي ويروح يرجع وان للcirculation فهمنا هالي جروبات هسا لازم نعرف كل جروب اللي هذن ثلاثة جروبات الجو من يون تجيب lymph اولا عندنا anterior group anterior ما اسنها pectoral موجودة جو pectoralis major تقريبا لاحظ هذا الجزء الاحمر هذا هو يصب بالanterior pectoral group يعني الbreast اللي هو شوف رح تسأني سؤال دكتور انت مو قلت الbreast tissue الميد الماض تيروح للparasternal lymph nodes شون انت تضحك علينا لأقول لكم يا شباب هذا lymphatic drainage هو للسوبرفيش يعني للسكن والجو السبكتين وستشو الbreast نفس ك breast tissue عالتقسيم اللي أخذناه قبل شوية بس الskin الفوقة هو حسب هذن نقراه السه تمام فعدنا anterior group هاي المنطقة الحمر كل يثقله من الستير نام يزل الامبلاي كاس بهاي الاتجاه وانتهيج البosterior group هي ايضا بosterior وموجودة من السبسكابيلر muscle فهي تأخذ لها المنطقة الباك هاي المنطقة الزرقة الى حد الاليا ككريست تمام وبقط عندي شنو عدنا اللاترال اللي هو الmedial aspect of the upper limb لاحظوا هذا الmedial aspect هنا ثلاثة أصابع ونستقيم الmedial aspect of the upper limb كل ثلاثتهم وان يصبون صبون بالcentral والcentral تصب بالأبيكال راح تقولولي هذا الجزء الأصفر يا دكتور شو ننسيته ونكون ما ننسيته لذلك ها نذكر تلكم انكم عندي مجموعة اضافية اللي هي يسموها الانفرا clavicular أو delto pectoral lymph node اللي هي تصب directly بالأبيكال lymph node وراها تروح للسب clavian trunk تمام فهمنا الليمفاتك فاذا ما يجيني بالامتحان يقول لي واحد عندي abscess خراجه هاي المنطقة انت كطبيب طالب مرحلة أولى في طب الموصل من خلال معلومة بسيطة اخذتها بالتشريح قال لك شنو تفحص لي يا lymph node راح يمطيك اختيارات راح تقول لاني قبل افحص الانفرا clavicular لان هاي المنطقة انا اعرف اللاترال هذا السايد يروح يصب بالانفرا clavicular link node فالذلك راح اروح افحصها تمام اريدكم تفكرونه بهاي الطريقة هاي هنا هنا يعني السلايد ما لأي لازمة ما لدي يحتي عن يعني ما لأي لازمة اوفوا سارجي نحتي عن clavie pectoral fascia occupies هاي clavie pectoral fascia خلي اشرح لكم ياها بالبداية وراح نقل الحاتي اي ديف fascia هي عبارة عن ديف fascia عبارة عن ورقة او طبقة من connective tissue ليس من احا ديف fascia هي تسوي covering دي المصل فلاحظوا هاي مثلا عندنا pectoralis major لاحظوا هاي الجزء العبيض هم fascia يcover pectoralis major فعند هاي الف fascia هي ايضا يسموها شنو سموها clavie pectoral fascia اللي هي جو pectoralis major هاي الف fascia نين تبدي تبدي من clavie حتى تغطي منه تغطي السبق الavius muscle وراح ترجع طبقة وحدة تنزل جو وراح تنقسم نصف صين تغطي pectoralis minor وراح تكمل لي جو تكمل ويا axillary sheath ويا suspensary ligament of the axilla بكل بساطة هاي هي clavie pectoral fascia اذا وظيفتها هي cover للمuscles وكذلك اكو بعض الاشياء المهمة تخترقها سنعرفها clavie pectoral fascia هاي جزء البيضة اللي يجا تشوفو طبقة هاي البيضة اللي مغطي pectoralis minor ومغطي السبق leviis لاني pectoralis major قصيح طبعا هاي الصورة موجودة بهواية مصادر يعني راح تشوفوها هواية يقول it occupies the interval between the pectoralis minor يعني المنطقة اللي بين pectoralis minor والسبق leviis muscle and it protects the axillary vessels and nerves شونا protect them لاني هي تكمل axillary sheath هاي axillary sheath راح طب من خلالها شنو axillary artery والvein وهانك كلابيا vectoral fascia الامتدادات مانتها يعني خلو في باركم الصورة اللي قابلة شوية وخليني قرأ يقول it's split يعني تنقسم to include the subclavius مثل ما قلت لكم وراح تنزلي جوا and it's two layers are attached to the clavicle المنفوض مجلبة the clavicle one in the front and the other behind the muscle يعني حيشة اول منطقة هي من تبدي من فوق two layers مجلبة من فوق بالكلavica رضغط اللي ساب clavius مو تمام medially al fascia covering the first intercostal space ثم تشوفون الهنان بغاية الصورة medially يمتدي الهنان الى two intercostal spaces ولaterally it is very thick يعني تكون اثخن and dense and is attached to the coracoid process مجلبة بالcoracoid process below ننزل اللي جو it is thin and at the upper border of vectoralis minor ايضا ترجع تنقسم it's split تنقسم into two layers to invest to غطي او تحت ظن the muscle from the lower border of vectoralis minor راح ترجع ايضا تكون thin it is continue downward to join the axillary fascia مثل ما شفنا بهذه الصورة الحلوة اللي يتلخص clavia pectoral fascia بكل اجزاء تمام مقتعدنا شغلة اللي هي function قلنا انها protect the muscles وكذلك protect the axillary artery والaxillary vein ما خلال تكمل امارتها والaxillary sheath يبقى عندي خلنقول structure مهمة تخترق clavia pectoral fascia وهاء يحبون يجيبوها يقولولك all the following structure pierces أو تخترق clavia pectoral fascia except ويحط لك واحدة ما موجودة من ذني اولا عندنا lateral pectoral nerve اللي هو nerve يغذي لل pectoralis major وعندي ايضا thoracochromial artery اللي اخذنا قبل شوية لاحظوا هنا هذا الاحمر وشلان طالع من fascia وايضا عندنا cifaric vein لاحظوا هذا الازرق شون جاي طاب حتى cifaric vein يخترق الفيش ويصد بي والlymph nodes ايضا from the pectoral region to the apical group of the axillary lymph nodes اذا عندنا lymphatic وnerve وartery وvein تمام فايدا كل المكونات هي تخترق الكلاوية pectoral fascia من الفيش عدنا cifaric vein من الارتري thoracochromial artery من النervات عدنا lateral pectoral nerve من lymph nodes هي من pectoral region apical group تمام هيا هي الكلاوية pectoral fascia اتمنى تكون محاضرة سهلة وبسيطة وحاول تبسطها لكم قد ما اقدر نلتقي في دروس قادمة شكرا جزيلا